اشتركوا في القناة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لأجزئ الذين آمنوا واعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من دجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط عزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على أجلي ينبئكم إذا مزقت كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف بهم الأرض ونستط عليهم الكسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا دافود منا فضلا يا جبال أغبي معه والطير وألنا له الحديد أنعم سابقاتهم وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان ابريح قدبها شهر ورضاحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدينه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أملنا نزقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماسيل وجفان كالجواب وخذور الراسيات يعمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب مهين لقد كان لسباء في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من ذزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأغسلنا عليهم سيد العدم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتين كل خمط وأسل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى وظاهرة وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك رآيات لكل صدر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سمطال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعنتم من دون الله لا يملكون مسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون منقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ترجمة نانسي قنقر